بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي المشاهدين أهلا بكم لو أنت يعني ما بتلعبش كمال أجسام كده وعندك عضلات كتيرة وكل يوم بتروح الجيم أو بتجري لك كل يوم مشوار كبير يعني وتعمل جاري وتعمل رياضة كل يوم أو أنك أنت بعمل دايما رجيم ونظام غذائي ومهتم بصحتك ومهتم بأكلك وبتبعد عن النشويات وتبعد عن السكريات وماشي على الحاجات اللي بيسموها الغذاء الصحي لو أنت آآ ما عندكش آآ ولا واحد فعيلتك عنده السكر يبقى الفيديو دا ما يهمكش خالص لكن على العكس بقى لو أنت إنسان عادي بالناس العاديين اللي هم ما بيعملوش رياضة غير فين وفين لما يجيونه مشوار كده يمشي ويتعب والكلام دا أو سنك عدى التلاتين سنة أو والدك أو والدتك عندهم مرض السكر آآ دا الفيديو دا لازم يهمك وآآ يعني برغم أنك أنت إنسان لسه سليم لكن أنت ممكن تصاب بمرض السكر زي الوالد أو الوالدة أو الجد أو الجد دا والكلام دا إذا ما تمتش وغيرت نظام حياتك أو أخذت علاج الكلام بتاعنا النهاردة كلام الجديد المهم جدا إن هو اكتشف إن فيه علاج لحاجة اسمها مقاومة الإنسولين ومقاومة الإنسولين دي هي المرحلة اللي قبل إصابتك بالسكر على طول أنت ماشي وعايش على نظام أمليان نشويات بتاكل رزو بتاكل بطاطس بتاكل كل حاجة اللي نفسك فيه وإنت راجل لسه شباب عدة سن التلاتين بقى فيه خطورة إنك أنت تصاب بالسكر المرحلة اللي قبل الإصابة بمرض السكر دي اسمها مرحلة مقاومة الإنسولين آآ عشان ما نطولش فيها باختصار لأنها مشروحة في زملاء شرحينها في فيديوهات كتيرة وممكن أنك تروح لهم آآ الإنسولين في مرحلة مقاومة الإنسولين بيزيد تركيزه جوه الدم علشان يجبر خلايا جسمك إنها تدخل الجلوكوز لأن حضرتك لما بكسلت وما بتعملش رياضة وعندك جينات في أسرتك وأنك هتصاب بالسكر بعد وقت آآ بيحصل إن الخلايا المليانة دي من كسرة الدهون دي بتقاوم أو ما بتفقد حساسيتها الإنسولين فما بيقدرش الإنسولين في تركيزه العادي يدخل السكر جوه الخلايا عشان تستفيد به فالرد فعل من البنكرياس ورد فعل من الجسم ليزود كمية الإنسولين فما زيد كمية الإنسولين يقدر يدخل الجلوكوز فتتشبع الخلايا أكتر فتبدأ تقاوم مش عاوزة جلوكوز أو السكر يعني كمان فيزود الإنسولين تاني فتيجي نحنا لو نقيس الإنسولين في الدم عندك نلاقي الإنسولين بتاعه أعلى من الطبيعي بيسموها هايبر إنسولينيميا يعني زيادة كمية الإنسولين في الدم دي إرهاق على البنكرياس عمال بينتك إنسولين بكمية كبيرة جدا وشوية وطبعا أنت عمل تدخل لأنه هو السكر اللي يخش عندك في الجسم ده عمال يتحول دهون ويتخنك ويعمل دهون على الكبد كمان فتخش البنكرياس يبدأ يتعب بقى والجسم إيه يخش في مرحلة السكر من نوع التاني اللي لازم بعد كده بقى العالج وبتاعهم وإنت عارفين السكر مشاكله كبيرة دخلت بقى في مرحلة إنك بقيت مريض سكر لكن مرحلة مقاومة الإنسولين دي يمكن الرجعة منها يمكن العودة يمكن الوقاية من السكر بيها فاللي كان لو أي حد يسأل الدكتور السكر أنا عندي مقاومة إنسولين أو دكتور السكر عمله تحليل لقى عنده مقاومة إنسولين يقول له اتبع نظام غزائي ويعمل رياضة والكلام ده هو ده كان أو النظام اللي ينشي عليها المريض أو الإنسان اللي لسه مش مريض علشان يعني يأجل موضوع السكر ده وما يجلوش السكر والحاجات دي كانت بتفشل طيب انت كإنسان عادي إزاي تعرف إن انت لازم تهتم بموضوع مقاومة الإنسولين ده وتشوف الحكاية لو لقيت إن انت عدت سنك التلاتين سنة وعندك استرس في شغلك مديرك مدايقك زميلك مدايقينك مراتك مدايقاك في البيت عندك خناقات عندك مشاكل عندك زي ما قلنا حد في أسرتك عنده سكر مريض بالسكر بتاكل نشاوات كتير بتحط أربعة تلات أربعة معلق على الشاي مش عارف إيه وكلام ده ما بتتحركش يبقى انت لازم تروح تقيس حاجة اسمها السكر التراكمي بتروح تقيس السكر التراكمي ده لو لقيته تحت خمسة وسبعة من عشرة انت في كده إيه ما فيش مشكلة عندك استنى سنة بقى ولا حاجة وروح إيسه لو لقيته بين خمسة وسبعة من عشرة لغاية ستة واربعة من عشرة انت في مرحلة مقاومة الإنسولين ولازم تروح للدكتور فورا علشان تبدأ تامشي معاه بنظام يخليك ما تروحش على مرض السكر لو عدت بقى ستة واربعة من عشرة انت بقيت مريض سكر ولازم تروح للدكتور عشان تاخد أدوية السكر تتعالج بقى ويبدأ معاك نظام علاج السكر اللي هو في الأول برضه ممكن يمشي بالنظام غذائي يمشي بأدوية خفيفة بتاعه كم ده دكتور بقى هي دي ممكن نتكلم عنها في وقت تاني أو موجود عندي فيديوهات كتيرة على الموضوع ده فبين خمسة وسبعة من عشرة أو ستة واربعة من عشرة في السكر ترى كومي انت في مرحلة خطرة مرحلة الدخول على مرض السكر النهاردة احنا بقى هنروح استراليا علشان نشوف ايه العلاج اللي بيقولوا عليه لمقاومة الانسلين فمقاومة الانسلين طبعا يعني بيفشل الدكاترة من غير داوة الدكتور بيبقى محدود القدرة على انه هو يحميك من السكر لان النظام الغذائي يقولك يعمل رجيم روحي دكتور تخسيس يعمل رجيم يعمل رياضة الرجيمات كلها بتفقد مفعولها مع الوقت والجسم بيرجع تاني يعني يزيد في الوزن اللي انت كشخص اصلا منشبع على شيء شابع ليه متعود على انواع معانا من الاكل صح بتسمع الكلام في الاول شوية ولكن بترجع تاني يعني ترجع ريما على لتها القديمة زاد ان انت جيناتك اصلا واخداك على مرض السكر فلازم يكون في ايد الطبيب الدكتور وسائل دوائية دواء يديه للمريض علشان يساعد في الوقاية من السكر فهنروح بقى لاستراليا لسيدني في جامعة سيدني في حاجة اسمها معهد كده اسمه جورج انستيوت فور جلوبال هيلس اللي هو معهد جورج للصحة العالمية دكتورة كده اسمها باي ميك جاردن من جورج انستيوت فور جلوبال هيلس في استراليا الدكتورة ميك جاردن دي استاذ مساعد في موضوع السكر وتأثيراته على الكلا والحماية من السكر وبتعمل دايما دراسات على يعني المئات والألاف من المرضى والأصحاء علشان تشوف ايه الحكاية ازاي تحميهم من السكر وايه أحسن أدوية اللي تحمي من السكر وايه أحسن أدوية اللي تعالج السكر وهي مشهورة في ذلك يعني وصدها شائع في الحكاية دي ميك جاردن دي اكتشفت في بحث أنا هحطولك اللينك بتاعته في المصادر ان في دواء موجود في السوق بيعالج مقاومة الانسولين الدواء ده اسم المادة الفعالة بتاعته دابا جليفلوزين اسم غريب طبعا أسامي المادة الفعالة بتبقى صعبة وغريبة عشان كده احنا بنقولها ونقول بقى كمان هي موجودة في أدوية ايه في الصيدليات وبنقول كل اللي لم يكن كل الأدوية بنقول اللي نقدر عليه منها فأول ما نزل الدابا جليفلوزين ده نزل تحت اسم علبة دواء اسمها فورسيجا أو في بعض الدول بتقول فارسيجا وفي دول تانية بتقول عليها فورسيجا ففورسيجا أو فارسيجا ده دابا جليفلوزين فيه منه خمسة ميلي جرام وفيه منه عشرة ميلي جرام الدراسة اللي عملتها على ألاف المرضى عملتها بتركيز عشرة ميلي جرام لا طبعا جابت الناس اللي هما أصحاء أربعة تلاف مريض أو أربعة تلاف إنسان يعني أصحاء ولكن هما في مرحلة مقاومة الإنسلين تجيبها إزاي تخليهم يعملوا سكر تراكمي تستبعد الناس اللي قبل خمسة وسبعة من عشرة والناس اللي فوق ستة واربعة من عشرة لأن ده خلاص ستة واربعة عشرة ده فوق مريض سكر تحته إنسان سليم تحت خمسة وسبعة من عشرة فخادت الشريحة دي من المشر وكذا ألف من المشر وبقت قسمتهم مجموعتين مجموعة تديها الدواء بتاعنا ده وهو ده بالمناسبة دواء سكر أصلا ومن أحسن أدوية السكر ونقول ده وقت يشتغل إزاي تديهم الدواء ده ومجموعة تانية مرضوش ياخدوا الدواء وقالت لهم خليوكم تبقى الكنترول بتاعنا وتابعوهم بقى لمدة سنتين ثلاثة يعني وشافوا لقوا إن نسبة تحول المرء الناس دي اللي بتاخد الدواء ده إنها من قومة إنسولين إنها تخش في مرض السكر نسبة ضئيلة جدا يعني حماهم من مرض السكر لغاية من تهت الدراسة وكان عدد نادر جدا منهم اللي بقى مسكر إنما الناس التانيين العاديين النسبة بتاعت اللي هم تحولوا بقى أو بقوا مرضين بالسكر بقوا مسكرين يعني كانت ثلاثة أضعاف النسبة بتاعت اللي بياخد الدواء النسبة بقى اللي هو العادي بقى الناس اللي هم دايما سكر تراكمي بيقلبوا على سكر ده الوضع بتاعتهم ما بياخدوش حق ماشي فثبت إن الدابا جليفلوزين أو الفورسيجا ده بيحمي من 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 تحولك إلى مرض السكر موجود في أجزخانة طبعا ده الاسم الشركة بتاعته الأصلية اللي اخترعت المادة الفعالة بتاعته لكن أنا هقولكو هنا بدايل له في مصر في عندنا في مصر كمان مسائل له من شركات أخرى عشان بتبقى دايما المسائل دي أرخص في التمن وبتبقى متوفرة أكتر بتبقى انتاج محلي ما تبقاش مستوردة في عندنا دابا فيلدكتن دي راس هو نفس المادة الفعالة حطتلك صوته هنا على الشاشة في كمان دايا فلوزيميت وده معا يعني متفورمين وهنقول دلوقتي نيست التركيبة التوليفة دي ايه ماشي وفي الفورسي يجب فالدوى ده ثبت انه هو يعني يعالج مقاومة الإنسومي بقاوم انك توصل لمرحلة السكر فاحنا بنقول الكلام ده وبالمعلومة الجددية وهنحط لينك البحث ده لزملاء الاطباء انه هم ياخدوا المعلومة دي ويرجعوا للبحث ويبدأوا انه هم المرضى اللي تجي لهم شك انه عندها سكر او داخل على مرحلة السكر ويبعتوا ييسترا كومي يبدأ يحط له الدواء ده في النظام العلاجي بتاعه تمام او انت يا مريض لو انت شكيت بزي قلت لك الحاجات اللي لو دي عندك وكان بروح تقلت اعمل تحليل في المعمل سكر تراكمي ولقيت الرقم بين خمسة وسبعة من عشر وستة وربعة من عشر خد التحليل وروح على الدكتور على طول ويعني ممكن تتكلم عنك انت تشوف ان ده يبقى واحد من الادواء الاستخدام كان في حاجات بقى ممكن كمان كان الدكتور بيحاول يعني يديها للمريض اللي جانب بقى الرياضة والنظام الجذائي والجيبات والكلام ده كانوا دايما بيدوهم بتفورمين بعض ده تقول خد جلوكوفاج عشان تخس ما جلوكوفاج بيخسس تمام واحنا عميني حلقة مخصوصة عنه ان هو واحد من الانتي اجنج واحد من مضادات الشيخوخ ومفيد جدا وكنت بنصح ناس يعني كل الناس اللي فوق سن 30 و35 اخدوه حتى لو هو ما فيش اي تاريخ عنده الاصابة بالسكر لانه مفيد في حاجات تانية كتير فالدكات اللي بتكتب الجلوكوفاج ده وهنا بقى الدايف ليزوميد ده عبارة عن ده اسمها الاكربوز وده اتكلمت عنه في حلقة برضو حط لك اللينك بتاعها الاكربوز ده بيمنع انتصاص السكر من الامعاء بتاعتك فما يخشش جسمك فيبقى انت كنك ما بتاكل نشويات فده برضو حاجة مفيدة ولوه برضو تأثير مضاد للشيخوخ فده حاجة كويسة جدا وممكن تاخدها برضو لمقاومة الانسين وهو الدواء ده بيشتغل يعني جوه الامعاء ما بيشتغلش جوه الجسم ما بيخش الجسم خالص فبيبقى تأثيره كويس بس طبعا الحاجات دي كلها عشان بتمنع انتصاص السكر فالسكر يفضل في الامعاء عندك فبيعمل شوية كركبة والكلام ده ممكن تبقى تاخد لها اي حاجة طارد للغزاة الدواء بتاعنا ده اللي يحب يعرف كيف يعمل ازاي بيشتغل ازاي على جسمك جسمنا احنا يا جماعة بيحب يحتفظ بالسكر ما يتروتش السكر في البول الا لما يعلقوي السكر بالنسبة لنا احنا مادة تخزين انت دايما حتى يقولك خزن عندك قوة سنة فالجسم ما بيلاقي سكر واكل كتير بيقول دا الانسان دا عايش في رفاهية مش يمكن ييجي عليه يام هيجوع فانا دلوقتي اطلع انسولين ودخل السكر دا الخلايا ودخلوا الكبد وحولوا في الكبد الحاجة كده تاخذين اسمها جليكوجين وحولوا في الخلايا لدهون يعني انت الدهون اللي عندك دي مصدرها من السكر الجسم بيخزنه اليوم عوزة يقول لك هجي مجاعة هيجي صيام هيجي حاجة هطلع الدهون دي واحرقها فطبعا انت ما فيش بقى مجاعة ولا فيش صيام ولا فيك كلام دا كله فعمال يخزن بس فالتاخذين بس المخازن بتتملي وتبدأ تعيق حركة وتعيق نظام الخلية كله وتصب بامرات كتيرة من السكر الجسم ما بيخرجش السكر دا اللي لما يفيد جدا بيزيد عن حاجة اسمها رقم اسمه 200 200 ميلي جرام يعني ما تيجي تيجي السكر فوق 200 وده الحد اللي كلا ما تقدرش خلاص تحتفظ بالسكر رازم يخرج في البول وده 200 دا عالي جدا يعني سكرك 200 وانت طالح كلا دا بيبقى عالي يعني كده مشكلة فيتلاقي يحصل بقى بول سكالي والمريض بنوع همسك الدواء بتاعنا دا بقى بينزل الحد دا بيعمل في المستوى دا خرم من تحت كده فيصرب البول يخرجه قبل ما يوصل للمستويات العالية دي فيساعد على خروج السكر في البول وكأنك انت مكلتش السكر دا اصلا فهو دي مستو بيشتغل بقى على حاجة كده ميكانيزم ان هو اللي به الكلا بتطلع السكر وتدخل بدله حاجة اسمها السوديم يعني موضوع ايه للمتخصصين ويقدروا يعرفوه في فيديو يكون متخصص علمي اكتر فاذا شغل الناس او شغل الدكاترة على علاج ومقاومة الانسلين غير الرياضة والرجيم والكلام ده بيتركز في انه اما يمنع امتصاص السكر من من الامعاء بتاعتك اكتنك مكلتش سكر يعني تبقى واكل 3-4 معالق سكر يدي دواء اللي هو الاكربوس ده يخليهم اكونهم ربع معلقة على الحاجة فيقلل دخول السكر جوه الدم من الاول او يزود عملية الحرق وينشط الخلايا وبرضه يقلل امتصاص السكر من الامعاء وكمان يقلل تصنيع السكر من الكبد اللي هو الجليكوفاج الميتفورمين او بقى الجديد النهاردة اللي هو الدبق جليفلوزين ده انه هو يفتح مصبات الكلاه ويخرج فيها السكر مع البول وكأنك انت برضه مكلتش السكر ده فتبدأ الجسم اما بيلاقي ما فيش سكر يبقى كين هو قدامه قدام الجسم انت صايم ما فيش سكر فخلاص جاء الوقت اللي نحرق الدهون فتبصت لقى ايه الجسم يبدأ يحرق في الدهونه ويبدأ يخس ويبدأ تاني حساسية الانسولين توسترجع تاني ويبدأ الانسان يرجع لشبابه تاني بدل ما كان داخل على الشيخوخة وداخل على امراض السكر يرجع بقى لمرحلة ما قبل السكر ويرجع انسان طبيعي ويلاقي التراكمة بتاعه نزل تحت الخمسة وسبعة من عشرة ولذلك الادوية دي اللي هم الاكربوز الجولوكوباي وانا اتكلمت على الحلقة عنه وحط لك اللينك بتاعها هنا والجولوكوفاج او اسمه السيدوفاج او جولوكوفاج في مصر او اسم المادة الفعالة متفرومين دي ادوية مقاومة الشيخوخة تمام بتخليك تاني ترجع شباب لحد كويس وبرضو احط لك اللينك بتاع الحلقة بتاعته هنا في الفيديو بحيس انك انت ممكن ترجع لها وتشوف الحلقات دي ادوية بجليفلوزين انا معرفش هل هو ادوية مقاومة الشيخوخة ولا بس هو بيشتغل بنفس الطريقة دي ولاقوا له تأثيرات تانية كتيرة عاوز حلقات تانية نخش فيها ان هو بيشتغل على القلب اشتغل على امراض تانية اكتشافات كبيرة جدا له ده اللي عندنا النهاردة وبوصي كل واحد ان هو اللي معندوش سكر يشوف الفيديو ده ويهتم ويروح يقيس السكر التراكمة بتاعه وياخد التحليل ده ويروح للدكتور بتاع العيلة او اهل بيكشف وعنده وده اللي عندنا النهاردة وإلى اللقاء في حلقة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته